التحذيرات الأممية من تفاقم الأزمة السودانية وصلت إلى إعلان صريح بالتخوف من تقسيم السودان المؤشرات لدى الأمم المتحدة أن الطرفين نزاعي غير مستعدين حتى الآن للجنوح نحو التهدئة بل يسعيان نحو الحسم العسكري إلا أن النزاع وفق تقويم الأمين العام للأمم المتحدة لن يحسن في الميدان ويتطلب من مجلس الأمن ممارسة ضغوط فعلية لوقفه على أطراف النزاع قبول وقف إطلاق النار لـ 72 ساعة الذي بادرت إليه الولايات المتحدة والعمل معا نحو وقف دائم للأعمال القتالية أحث أعضاء مجلس الأمن أن تضغط عليهم لخفض التوتر والعودة إلى طاولة المفاوضات فورا بعثة الأمم المتحدة في السودان نقلت مقر عملها مع بعثات ديبلوماسية أخرى من الخرطوم إلى مرفأ السودان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس أكد انحراط قبائل عدة في الأعمال القتالية وهو ما يزيد من مخاطر تقسيم البلاد وانتقال التوتر إلى خارج السودان الأولويات هي وقف مستدام لإطلاق النار مع آلية مراقبة والعودة إلى المفاوضات السياسية ورفع المعاناة الإنسانية الولايات المتحدة أكدت أنها تعمل على إنجاح مبادرة لوقف إطلاق النار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين دعاية للطرفين في الأزمة السودانية إلى التجاوب مع الجهود الديبلوماسية ووقف التصعيد بما فيه استهداف البعثات الديبلوماسية الحركة الديبلوماسية في نيويورك تصب في اتجاه دعم الجهود الأفريقية الرمية إلى وقف انزلاق السودان نحو حرب باتت وفق تقويم الأمم المتحدة مصدر خطر ليس على استقرار السودان وحسب بل على وحدته السياسية أيضا من نيويورك نبيل أبي صعب العربي